لا تزال مصر مستعدة لأن تفتح معبرها لكل الأجانب وكل مزدوجة جنسية على أن يتم هذا ضمن اتفاق كامل لا يوجد بشر ونصف بشر البشر أيا كانت جنسيتهم يستحقون المساعدة ويستحقون الوقوف معهم وبالتالي الإخوة مزدوجة جنسية لهم الحق في العبور ولكن أيضاً 2 مليون فلسطيني هناك على بعد أمطار مننا لهم الحق في الحياة لهم الحق في علاج جرحاهم 21 ألف جريح لهم الحق في دفن كريم لأمواتهم بعيداً عن القصف لهم الحق أيضاً في أن يأتوا من يدرس منهم أو من يريد أن يكون له شأنه في هذا البلد أن يأتيه الاحتلال ليس فقط يمنع هؤلاء ولكن أيضاً يمنع الموظفين الفلسطينيين الذين يشرفون على معبر الأفراد من ناحية الثانية والذين لا يمكن أن يعبر الأفراد إلا عبر أختامهم وعبر أوراقهم هؤلاء لا يستطيعون أن يعملوا في المعبر هذه هي الأسباب كلها لكن مصر أبدت السعدادة لكل ما ذكرت سيد سمير سمير عمر سكينيز عربية بترضية يعني ترجمة نانسي قنقر